دعت المتحدثة باسم المفاوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامد الساني جميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسائها لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية بالشكل المتزايد في غزة وتصاعد العنف والهجمات المتعمدة في الضفة الغربية وتزايد خطر تصايد أوسع نطاقة للصراع في الشرق الأوسط وبحسب مركز أعلام الأمم المتحدة قالت شمس داني أن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والقيام بتدمير واسع عن طاقة للبنية التحتية المدنية